منذ عام ثمانية واربعين يا دكتور مصطفى وقضية فلسطين عنوانها اسمها قضية العرب المصيرية قضية العرب الاولى اعتقد انها ثمت اجيالا عصرت ذلك الامر لم تتحد الامة على مسمى حتى الا في هذا المسمى قضية العرب الاولى او المصيرية كان كل ما لدى العرب هو المبادرة السعودية في 2005 الكل في مقابل الكل كل السلام في مقابل كل الاراضي المحتلة الان لدينا جهود متضاربة في كثير من الاحيان ذلك امر ربما يفيد ربما يجد لنا مخرج ام يزيد الامور تعقيدا برأيك لا الدنيا تغيرت والعالم تحول ولم تعود القضية الفلسطينية بصراحة وانا رجل اقول الحق وانا اعتبر انها من الثوابت في حياتي الشخصية وان اسرائيل كانت ولا تزال وسوف تظل الخصم الاساسي للمنطقة مش معنى ان انا بدعو الحرب او ادق طبول الخلاف لا لكن اسرائيل هي اسرائيل مدعومة بقوة غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية لا ينكر احد ذلك لكن انا من دعاة الانفتاح يعني من دعاة الاشتباك مع اسرائيل في حوار وفي يعني الامارات الان اقامت علاقات والبحرين وربما ايضا المغرب وقد تتبعهم دول اخرى هذا وارد انما ده مش معناه انك انت بتسقط سوابت القضية الفلسطينية ده قد تحاول به تسهيل الحل للوصول الى تسوير القضية الفلسطينية وبالتالي انا لا استطيع ان اقول ابدا ان الاسرائيل اصبحت هي العدو الاول للعالم العربي لا البعض يرى انها ايران البعض الاخر يرى انها تركيا كل واحد له منظور مختلف حسب ما يتهدده من مخاطر ولكن هناك سوابت للقضية الفلسطينية نتفق عليها جميعا وهي الحل بحل الدولتين دولة فلسطينية مستقلة بعاصمة في القدس هذا امر لا خلاف عليه بين العرب ولكن حجم العداء لاسرائيل اختلف من دولة لدولة الى حد كبير ده المشهد اللي احنا بنشوفه الان ويعني الى تثريبة على البعض من حق البعض هي ده خرار سيادي يستطيع ان يفتح احنا مثلا في مصر عملنا السلام في مقابل الارض هناك من يرى ان السلام في مقابل السلام لا منح هي وجهة نظر انما السلام القائم على الاستقرار على اعادة الحقوق الفلسطينية وقد ننجح في هذه الطريق المقاطعة مش الافضل دايما ده اسلوب عفى عليه الزمن من خمسينات والستينيات ان تشتبك مع خصمك اكثر قد تكون هي الوسيلة للحل اكثر من القطيعة والابتعاد طيب ذكرت خصوصا وان الوقت ليس في صالح الجانب العربي الوقت ليس في صالح الجانب العربي في القضية الفلسطينية كل يوم استوطانات بتبنى الواقع بيتأكد على الارض اسرائيل بتترسخ اقدامها في افريقيا والعالم الاسلامي مش العالم العربي بس اذا الوقت ليس في صالحك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة